اشتركوا في القناة في المركز الثاني بعد ملاعب 14 لقاء جمع خلالها 29 نقطة بعد خسارته الأخيرة أمام النادي الأهلي أما الفريق الديف فريق طنطة فبيدخل هذا اللقاء وهو في المركز الثلاثر بعد فوزه الأخيرة على الجونة عشان يوصل لنقطة رقم 13 من أصل 14 لقاء خدهم حتى الآن في بطولة الدورة طاقم تحكيم هيدير هذا اللقاء بقيادة الكابتن محمد أبو خاطر واثنين مساعدين الكابتن رجب محمد وكريم يونس أما الحاكم الرابع فهو كابتن مصطفى متحد بالنسبة بقى الجولة الخمستاشر ولقاءات الجولة الخمستاشر وموعدها وافتتاحيتها اللي هي النهاردة لقاء المقاولون وطنطة ده في تمام الخامسة مساء على أستاذ المقاولون العرب بعد كده هنستكمل لقاءات الجولة رقم 15 من بطولة الدوري بكرة بمشيئة الله بلقائين اللقاء الأول هو حرس الحدود وأسوان في تمام الثانية والنصف ظهرا ثم لقاء مصر المقاصة والطلع الجيش في تمام الخامسة مساء هتستكمل لقاءات الجولة 15 يوم الثلاث بلقاء وحيد هو لقاء ودي دجلة والزمالك في تمام السبعة والنصف مساء بعد كده هبعندنا لقاءين يوم الأربع المصري وجونا الساعة خمسة وساعة سبعة ونصف نادي مصر مع فريق بيرامدز آخر لقاءات الأسبوع 15 يوم الخميس بلقاءي الإسماعيلي والإنتاج الحرفي في تمام الخامسة مساء ثم لقاء الاتحاد السكندري واسموحها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء آخر لقاءات هذه الجولة هو لقاء الأهلي وإمبيو لكن ده تم تأجيله ده بالنسبة للقاءات الجولة رقم 15 أما فيما يخص جدوى الات ترتيب فمازال النادي الأهلي متعملق ومتفوق ومتربع على قمة جدوى الات ترتيب برسيد 36 نقطة 12 لقاء قدهم حتى الآن لا تعادل ولا هزيمة المقاون العرب في المركز الثاني 29 نقطة الاتحاد السكندري في المركز الثالث 25 نقطة 24 نقطة الزمالك في المركز الرابع برمجز في المركز الخامس المركز السادس الإنتاج الحربي المركز السابع أمبي سموحة في المركز الثامن حرس الحدود في المركز التاسع المركز العاشر الإسماعيلي المركز الحداشر المصري ودي دجلة في المركز الاثناشر طنطة في المركز الثالثاشر الجونة في المركز الاربعتاشر المركز الخمستاشر مصر المقاصة طلع الجيش في المركز الستاشر نادي مصر في المركز السبعتاشر وقبل الأخير وفي المركز الأخير بيأتي فريق أسوان في المركز 18 ده جدول الترتيب ودي لقاءات الجولة رقم 15 اما فيما يخص الاجواء واستعدادات الفريقين لهذا اللقاء سواء المقاولين او طنط ده اللي نتعرف عليه حالة من استاد المقاولون العرب مع الزميل العزيز محمد بدراوي فضل يا بحمد محمود بدراوي انا اسف فضل يا حودة برحب بيك زميل العزيز ابراهيم عبد الجواد وبكل مشاهدة وانسبويت في كل مكان هنا من استاد المقاولون العرب بالجبل الاخدر ومبارات طبعا نادي المقاولون العرب ونادي تنتا ذئاب الجبل في مواجهة ابناء السيد البدوي نادي المقاولون العرب بيؤدي واحدة من افضل انطلاقاته في السنوات الاخيرة تحت خياد مديره الفاني الكابتن اعماد نحاس 29 نقطة بيقبع في المركز الثاني حتى الان بعد الهزيمة الاخيرة امام النادي الاهلي بتوناءية نظيفة استمر في تدريباته حاول الكابتن اعماد على طبعا علاج بعض الاخطاء اللي وقع فيها العابية في مبارات الاهلي الاخيرة وكيفية علاج المشكلة الدفاعية اللي ظهرت في خلال اللقاء الاخير مما ادى لتبنموني امر معهم بعدفين وحاول ايضا عن كيفية التنوع الهجومي استغلال الاطراف اليوم لضرب التكتلات المتوقع من فريق طنطة في لقاء اليوم في المحاضرة اكد العابية ضرورة الفوز وعودة نغمة الانتصارات مرة اخرى لنادي المقاولون العرب من اجل استمرار في المركز الثاني ابرز غيابات نادي المقاولون العرب بيغيب محمود ابو الصعود نظرا لوفاة والده طبعا نقول له البقاء لله وبيغيب ايضا محمد سالم واسوستا واحمد الشريمي الاصابات المختلفة اما على صعيد الاخر طبع ابناء السيد البادو نالي طنطة وبعد الفوز المهم الاخير كان ساس نقاط غالية جدا للتحت خاد مدير والفاني كابتن ايمان زين والفوز على نادي الجونة بهدف مقابل لاشي استمر في تدريباته وحاول كابتن ايمان مزين على دراسة فريق المقاولون العرب جيدا وقوفه عن نقاط القوى الضعف وكيفية طبعا استغلال الفرص حاول على علاج مشكلة ادار الفرص السهلة من اللاعبين منذ بداية الموسم الحالي واكد اللاعبين في المحاضرة دروت استمرار طبعا نتائج الاجابية وبيتمح طبعا في فوز اليوم على اقل تخدير الخروج بنتيجة ايجابية من اجل الخروج تمام من منطقة قاعد دوري منطقة الخطر ابرز غيابات نادي طنطا بيغيب السنائي كل من كابونجا طبعا وايضا لعب محمد الشازلي للاصاب دي كانت كل اجواب وكل ما يخص عن فريقاي نادي المقاولون العرب نادي طنطا هنا مستهدى الجبل الاخضر واكد الان العودة لزميل عزيز ابراهيم عبد الجواد واستاذ مصر كل الشكر للزميل العزيز محمود بدراوي اطلعنا على اخر الاخبار والاستعدادات الخاصة بفريقاي المقاولون العرب وطنطا قبل لقائهما معا بعد دقائق قليلة بمشيئة الله خلصنا الاخبار خلصنا جدول الترتيب خلصنا لقاءة الجولة الخمستاشر جمع عدنا مع النقاش والتفاصيل الفنية الخاصة بهذا اللقاء مع نجومنا ومحللين الكبار كابتن علي ماهر وكابتن محمد ابو العلا ولكن بعد الفصل خليكم معنا بنجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية النهاردة عندنا لقاء وحيد في افتتاحية الجولة رقم خمستاشر من بطولة الدوري المصري الممتاز توافع مختلفة سواء للمقاولين العرب أو لطنطا قبل ما نغوص مع حضراتكم فيها التفاصيل الفنية الخاصة بهذا اللقاء خلاننا نوه لحضراتكم عن تغييرات هتلاحظوها بكرة بمشيئة الله على شاشتين قناتي ON و TIME SPORTS بمشيئة الله من بكرة يبقى فيه تغيير في الخريطة البرامجية للقناتين بعد التغييرات هتاخد فترة وجيزة لحين اتمام عملية الدمج ما بين قناتي ON SPORTS و TIME SPORTS لتكون مجموعة و شبكة قنات ON TIME SPORTS بدي كورات مختلفة بمحتوى مختلف تماما بشغل مختلف تماما تماما يكون افضل بمراحل ان شاء الله من اللي احنا موجودين فيه دلوقتي عشان نكون دائما عند حسن ظن حضراتكم بإذن الله التغييرات دي هتتم من بكرة بمشيئة الله يوم الـ 27 يناير هتكون لغاية فترة أو هتمتد لغاية فترة وجيزة مش فترة كبيرة بعد كده يتم اتمام عملية الدمج ما مشيئت الله لانيكون دائما عند حسن ظن حضراتكم بمحتوى مختلف تماما مليء بالمتع البصرية الخاصة بالرياضة المصرية وبإذن الله محتوى اخر غير الرياضة المصرية وكرة المصرية نرجع بقى مع حضراتكم مع الرياضة المصرية وكرة المصرية والدوري المصري ممتاز عندنا لقاءة مهمة جدا المقوون العرب وطنتا زي ما كنت لسه بقول لحضراتكم المقاولين وطنتا دوافع مختلفة تماما مقاولين في المركز الثاني بيقدم أداء جيد بس النتائج طبعاً فيها مشاكل وفيها أبسان داونز بشكل كبير جداً مع كابتن أيمن الميزان وإن كان بيقدم أداء إلى حد بعيد وفقاً للإمكانيات المتاحة يعني ممكن نقول عليه مرضي لعشاق طنطة والمسؤولي إدارة طنطة هنغوص محاكم فيه التفاصيل الفنية ونسترسل فيها مع نجومنا ومحلينا الكبار نجمنا الكبير كابتن علي مهار كابتن علي مشرفنا ومنورنا مسأل فل عليك خبرك إيه؟ كله تمام؟ نور الدنيا ونجمنا الكبير كابتن محمد ناول علا أبو مسأل فل عليك خبرك إيه؟ كله تمام؟ نور الدنيا هنرجع مع حضرك ونتكلم مع بعض عن كل التفاصيل الفنية الخاصة باللقاء المقاولون العرب وطنطة ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا قبل ما نعرف رأي كابتن علي مهار في تشكيلة فريق المقاولون اللقاء اليوم خلينا نتقدم بواجب العزاء للكابتن محمود أبو السعود حارس مرمى فريق المقاولون العرب لوفاة والده خلص تعزينا لي ولولأسرته ربنا يلهمهم الصبر والسلوان ويا رب إن شاء الله الوالد يكون في الفردوس الأعلى وربنا يرحمه ويغفر لي بمشيئة الله كابتن علي النهاردة عندنا تغييرين في تشكيلة المقاولين العرب عن اللقاء اللي فات اللقاء اللي فات قدام النادي الأهلي كان محمود أبو السعود طبعا ده اللي ظروف خاصة ربنا يرحم والده يا رب وخالص تعزينا لي أما النهاردة طهر محمد طهر فبيعود على حساب محمد سالم رأيك في تشكيلة المقاولين العرب المقاولين التشكيل يعني كلهم بيلعبوا يعني كل اللي موجودين بيلعبوا حتى طهر محمد طهر لعيب هايل ولعيب تقيل ولعيب عنده حلول كتير جدا أنا شايف النهاردة المقاولين ماشي هايل يعني كابتن عمدان حاس حاجة محترمة جدا وماشي وعمل شغل كويس قوي مع مجلس الإدارة كمان وبيددوله السقن هو بيجددوله حاجة حاجة محترمة جدا يعني هو ده اللي بقى فيه عارف اللي هو فيه ترابط وتناغم مع بعض الاتنين يعني وبعدين بقى يعرفوا يكسبوا يعني حتى ممكن ما يكونش أدائي بقى يعني مش عالي قوي لكن بقى يكسب بيكسب وكمان بقى في حتة تانية خالص لكن الأهم بقى الطموح يعني مهم قوي أن أنا بقى عنده طموح أن أنا عايزة كمان أكسب الفرق الكبير يعني ماتش الأهلي بقى فيه جراء أكتر ماتش الزمالك بقى فيه جراء أكتر عايزة أكسب بقى يعني اللي عيبة وصلها دلوقتي أن أنا بقى عرف أكسب عندهم سقة المكسب ودي حاجة مش سهلة فأنا شايف أنه هو مهم جدا أن الفترة الجاية يطور بقى أن أنا عايزة بقى في مكان تاني لازم منزلش خلال بقى لسه بدر إحنا كل ده لسه الدور الأول لسه مخلص صح فلسه بدر جدا فمهم جدا اللعبة دي ما تريحش الرغبة بتاعتها والطموح بتاعهم ما ينزلش لين لو نزلت هتلاقي نفسك في حتة هتلاقي نفسك من شوف أنت تاني دوري أو تالت دورة هتلاقي نفسك في حتة تانية خالص فده مهم جدا رح بقولها من دلوقتي لأننا عارف اللعيب المصر مهم جدا مش كابتر عمادة اللي كل شوية عود يخلق اللعبة ده وافعة أبراهيم اللعيب محمد صلاح كل يوم عايز يبقى عامل ازاي كل يوم طموحه كل يوم رغبه عنده عاملة ازاي كل يوم عايز يطلع كل يوم عايز يبقى أحسن كل يوم عايز يبقى أحسن عفل كان فين محمد صلاح اللي شافه احنا ده ينرد مثل به لأن النموذج اللعيب حاجة محترمة والتطوير اللي شافه محمد صلاح إنه هو يمشي من شيلسي ومورينو مشاه يوقع عاي حد يعني مش كده ولا اي لعيب اي لعيب بصري لو جاي وياخد اللف من قولها تاني من فيرونتينا وينمشي وروح هناك ويبقى براندو ويروح هناك ويكسر الدونة ويجيب جوان لحد ما بقى من أحسن لعبة في العالم أحسن من ثلاث لعبة في العالم تمام هنرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم نعرف رأي كابتن محمد ابو العلا في تشكيلة فريق طنطا ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معه نحب بحضراتكم مرة تانية كابتن ابو العلا بالنسبة لتشكيلة فريق طنطا نفس التشكيلة في آخر لقاء بعد ما كسبه جوانا واحد صفر مفيش اي تغيرات من الكابتن ايميل مزايا خلي باكت فريتين يعطور مسبتين تشكيل حتى المولين تغيرات اللي موجوده الزبط تغيرات طفيفة جدا نزيجة لا تجد ان ابو الصعود عنده حالة وفاة عزيه كلنا وان طهر محمد طهر محمد سلم مش موجود غايف فهو فضل يلغيب طهر لباله فترة كبيرة ما بيلعبش فعارف ممكن يكون حل من الحلول انت ما تعادوش على الدكة فتخسر تغير هو يبدأ به يدخله في الثقة بسرعة جدا ويجيب رتم المباريات وفي نفس الوقت ممكن ياخد منه اللي هو عايزه خمسين ستين ديئة ويغيره بدلا ما ينزله ويخسره فدي فكرة طنطا نفس الكلامة ابراهيم مثبت تشكيل بشكل كبير فريق منظم فريق منسجم فريق خلي بالك العجبني في طنطا حاجة المباراة اللي فاتت عملها جدا لما تخرج من الاهلي خاصة خمس صفر وبعدها في خمس ست ايام تكسب ده تحول مهم جدا ده شغل جيد جدا من ايما مزاين انت بتشعر جانب النفسي وانك تعرف توصل لعبتك ان انت عندك الثقة ما تفقدش او بقى فيه خلل يحصل بعد نتيجة تقيلة خمسية دي رقم كبير جدا جدا طنطا ممكن يهز ناس كتير جدا في خمس ست ايام تعمل التحول ده ده شيء من الواقع التوازن ومن البعد النفسي اللي انت مهم او تشتغل عليه كموديل فني طنطا فريق منظم طنطا فريق كان عنده مشكلة دايما في الشق الهجومي يا ابراهيم عشان كده اعتقد ان ايما مزاين بيحاول يشتغل على الشق الهجومي ابتدى يدعم قلنوش لما اجيه دايما كان عنده في مشكلة الوصول للمرمى التالت الهجومي عنده مشاكل في التهديف طن فانا عجبني فكرة فريق طنطا مجتهد التلات نقاط الاخرين قدام الجونة جابوا اربع فرقة تحتية فده خليه يشتغل بشكل مختلف ويخلي الدوافع عنده الفريق يعني يخلي حصوصه لسه موجودة في الجدول فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن لقاء المقاولون العرب وطنطا تشكيل المقاولون العرب في حراسة المرمى حسن شهين رباعي في خط الظهر حسن الشامي فاروق فاروق نور الدين ومحمد سمير وامير عابد تلاتة في خط النص كريم مصطفى ومحمد مجلي ومعروف يوسف قدامهم اتنين شكري نجيب وطهر محمد طهر وسيف الجزيري راس حرب بقايمة البودلاء احمد عربي ابراهيم صلاح فادي نجاح عبدالله ياسين محمد عصام لويس ادواردو وايمن حفني طبعا وظهور خاص جدا لأيمن حفني واحد من اهم نجوم نادي الزمالك السابقين تشكيل فريق طنطا علي فرج في حراسة المرمى علي فرج كان واحد من المتقلقين في اللقاء السابق امام فريق الجونر وباعي في خط الظهر ايهاب سمير محمود مسعود سليمان عبد الرب واحمد سالم صافي اتنين في خط وسط الدفاعي حسام غالي واحمد الشناوي قدامهم ثلاثة تحت رأس الحربة محمد ناجد قلنش ووليد عادل واحمد فهمي ورأس حربة اسلام فؤاد قيمة البودلاء محمد فاتحي ومحمد العشري محمد اسعد محمود منصور واحمد الالفي ومريو بيرنرد وعبدالرحمن الدح التغييرة المفضلة لكابتن ايمن المزين في الشوط التاني فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا خليكم معنا احبى حضرككم مرة تانية كابتن علي فريق طنطا مع بداية لقاءة الدوري كان بيلعب عشرة وورا كورة وحقق نتائج جيدة بعد كده ابتدى كابتن ايمن المزين يطمع فيما هو ايه اكتر من كده النتائج اتهزت شوية رجع تاني لنفس الاسلوب القديم الدنيا مشت معه كويس وكان اخيرها لقاء الجونة وكسب واحد صفر تتوقع ان النهاردة هيشتغل بنفس الطريقة بنفس الشغل الدفاعي ونفس التمركز الدفاعي يعني دي حاجة انت بتقولها بس اعايز اقول حاجة قبل الحتة دي ان التلات فرق طنطا وف سي واسوان التلاتة لما بيكسبوا بيكهربوا الجدول بدليل طنطا لما كسب المطش اللي فات بتاع الجونة كهرب الجدول جاب ناس جاب ناس من الفرق كبيرها تحتي ده رقم واحد رقم اتنين طنطا بالذات واسوان لازم يستغلوا الملعب بتاعهم يعني ازاي لحد دلوقتي مثلا طنطا مش كسبان تقريبها غير مطش واسوان نفسك مطش في 7 مطشات على ارض برافو عليك فدي نقطة مهمة جدا قوة الفريق في ملعبه في الضغط اللي انت بتعمله عليه اللي انت بتعمل الضغط بتاعك على الفرق يا ابراهيم ده مهمة جدا زي طنطا زي اسوان مفروض في المطشات تبقى رايح في ملعبه لازم عندك التلات نقط بتكسبهم هنشوف النهاردة المقولين العرب هيستغل ارضه ولا لا هنطير مع حضراتك ويرستاد المقولين مع الزميل عزيز محمد الغياتي واحدات الشرط الاول من لقاء المقولين وتنطا شكرا للزميل عزيز محمد الغياتي من ركلة حرة مباشرة معتادة من مدافع المقاولون العرب محمد سمير في ديئة 29 بتقدم المقاولون العرب على فريق تنطا بهدف مقابل لا شيء بيخطئها علي فرج وما بيحسنش التعامل معها لتسكن شباك وتسجل هدف التقدم لفريق المقاولون العرب على حساب فريق تنطا ترى ايه اسباب افضلية المقاولين على تنطا خلال احداث ومجالات الشرط الاول ده اللي هنتكلم فيه مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل خليكم معنا بهدف معتاد من محمد سمير مدافع المقاولون العرب يتقدم المقاولين على تنطا بهدف مقابل لا شيء سجله محمد سمير في ديئة 29 كابتن ابو العلا رأيك في الشرط الاول شرط نظر المقاولين متوسط لان الفرقتين كلها اللي عنده رغبة لان الفوز المقاولين مستعجل اكتر شوية طنطا سيبط له الاستحواز فترة كتيرة طنطا عنده مشكلة شوية في الشرق الهجومي زي ما قلت لك دايما الشرق الهجومي عن طنطا بيبقى فيه في الفنش او النهايات على المرمى او الفعالية على المرمى ساعة بتبقى ليلة شوية ساعات بيبقى مقام من كلهم تحت بلعب تحت الكورة لكن دايما ضربات السابتة عند المقاولين دايما بيعليها حلولة على فكرة وبيستقلها كتير جدا محمد سامير من اللعبة المميزة فيها وفرع معهم في اداف كتير يمكن سواء بضربات الرأس او بالكورات السابتة يمكن الهدف اللي قدامنا دا دي كورة دا ما تقيل دا هدف الخامس محمد سامير دا هدف الخامس دا هدف الخامس السنة دي لكن قبليها كمان في كورة زيها برضو فاول نفس الطريقة بنفس التكنيك تتلمس المرة دي ما تلمستش راحت الواحدة عايزولك ان الكورة دي بلوطة الكورة دا ما تقيل على الحارس المرمى جدا يعني انا قدرولك انها ممكن مش عايزولي يتحملها ولكن اللوطة الله هيبقى برابعلي جدا لكن هي صعبة لان التنفيذ الجوال الملعب ما تبقاش عارف مينها هيلمس الكورة سواء مدافع او مهاجم مش عليه فرق زايد شوية لا معرفش بقى يعني لا باين يعني انت ولا كابتان علي مش باين من بعيد كده تحسنه زيادة شوية مهم جدا انه عنده طبعا لازم يبقى وزنه يبقى اخف من كده بيفرق الحاجات دي جدا في الملعب لان انت عارف ان اللعيب لما يبقى كيلوها عبو العلا زيادة ولا حاجة بتفرق جدا فبشكل عام فريق طانطة بص يعني تنظيميا ماشي كويس كنوب يبقى تحت الكورة مفيش وصول وخطورة حقيقية من فريق المولين بس انها كرة السابتة انا بقول لفريق المولين من نجرة نظر السنادي انا بدي له لقب بالنسبة لنا فريق الأسكى اسكى فريق السنادي هفكرة متشاك كتري جدا بباش كويس لكن ببقى فيه يكسب متشاك كتري جدا ممكن بهمش الأداء ويسيبك الاستحواز ودائما بيلعب فرقة كبيرة بيسيبه لهم الاستحواز وممكن يخطف وعنده اكتر من مباراك سيبه واحد صفر يعني كمان معدل اهدافه كمان مش عالي خلي باله هتلاقي جاء كازبان خمس ست مباريات واحد صفر دي ممكن اختر كرة كرة لي حلوة اوه ابرز الحاجات لكن انا زي ما قلت لك بتيجى عند الناحية الهجومية او التلك الاخير بحس ان فريق تنطف عليها بتقل شوية رغم ان فيه تحسن شوية كسافة العدية موجودة افضل شوية لكن فريق المولين انا وجهت نظر ان هو الفريق عارف عنده شراسة متعود فكرة ان هو بيكسب او دايما جاي من مكسب مدياله دايما فكرة ان هو عارف مش بسهولة يخصى مش بسهولة ان فيه اهداف كابتن علي الشروط التاني تنطة يعمل ايه وكابتن ايمن المزين يعمل ايه او فيه بس كم حلقة انا كنت جايبهم للمقاولين اه للمقاولين والتنطة مهم جدا في الديها 16 كان فيه ضربة سابتة بالظبط بص يعني التنطة بتدافع الحاجات دي حتى استغلها بص دي كرة بص حسام غالي عملها لمين لازا بتمر على الحاجات الحاجات دي تفريق هو ده المفريق بين فئ طب انا بدافعته للوقت بقى تحت كرة زي ما انت قلت في البيت طب لما جال دي دربة سابتة متمرن عليها بقى زي ما حصل مقاولين مقاولين كسب ازاي من كرة زي دي فلده الفرق ان انا فرقة المهم هو ان انا بقى عندي الحاجات دي بقى متمرن عليها كواسة ولما تيجي واحد زي دي اخلص بيها تفري معي حاجة التانية بص الكرة دي دي برضو محمد سمير بص زكي جدا حتى بص محمد طاهر اللي انا عايز اقوله ايه لمحمد طاهر اللي بيفرق باللعيب والعيب ان انا اجيب الكور دي يا محمد طاهر مزبوط دي الحاجات دي تعليلك سعرك انا مثلا ثماني مثلا مليون جنيه الكورة زي دي لو جبتها تخليك خمسة برافو عليك فالحاجات دي بتفرق باللعيب والعيب الحاجة التانية الجون بتاع محمد سمير ده محمد ده انا ممكن بحسه بقى في الملعب انا في الملعب بحس بيه عنده بطن رجله متعرفش بطن رجله ولا وش رجله بحط بطن الرجل بحط بطن رجله في الكورة تلاقيه في المقص فدي حتى خطر يعني بص كور رايحة زي ما ابو العلا قال ما تبقاش عارف انت هتطلعها يعني بص حطيتها مين اللي هيقابل بص الجون خايف يطلع لانه هو مسمعه هو عارف ان سمير بطن رجليه جامد فهطلع طب ممكن تيجي كده طب ودخل الجون فعلا ان هو مطلعش ودله حصل فالثقة زي ما ابو العلا قال برضو الثقة ان انا بعض يعني المقص بيستغل من حاجات صغيرة ان انا عارف ان انا مهم ان انت تبقى عندك دي الحاجة التانية فرق الطنطة بتعمل حاجة خطر جدا بعد ما يفقدوا الكورة هم وقدين تعليمات من كابتن عيمان هم بقى اول ما يفقدوا الكورة كل الناس يرجع فما ينفعش في وقت ان انا ارجع اه لكن في وقت الكورة بتقطع من لازم اضغط اكمل ضغط عليها هقطع وان انا اعمل حاجات خطر لكن كل اول ما كورة تقطع من تنطق يعني الكورة عندك تقطع كورة تقطع عندك بسيبك وانت هتروح اعملها في ضهري خطر علي وده اللي بيحصل المقاولين بقى بتدي فرصة لما يحطوا في ضهرك ويبقى خطر عليك وهم اللي مسكوا الكورة فدا من نقطة الحاجات المهمة مكملي كلامنا مع حضرك ولكن بعد الفاصل خليكم معاني كنا بنتكلم واحنا اقوف اير مع كابتن علي مهر على عبد الرحمن الدح يتوقع ان يدفع بيها كابتن علي كابتن ام زين لازم ده حل ولد صغير موريد تسعة وتسعين بعدين جايب جنين لسه كنت بسأل لكابتن ابو العلا قال لي جايب جنين في مين في براميدز وفي الحرس يعني فرقة كبيرة ما بيخافش ده بيوريك ان هو عنده جرأة ويقدر يجيبه عنده حلول فزينا انا على طول ليه يبقى تغييره ليه ما حطوش اديله فرصة من الاول وبعدين انا كهرب باللعيبة يعني عنده لعيب زي ده حتى لو لعيبه عنده كبير مثلا بتلعبه لا ده انا كهرب بيه انا عندي لعيب صغير بينزل يجيبه جوانه بيكسب الفرق تمام بنتمنى نشوف شوط تاني مليء بالندية وفيه مزيد من اهداف بين المقاولين وطنطة هنعود مع حضرككم الى استاد المقاولين مع الزميل عزيز محمد الغياتي ونذكر حضرككم ان الشوط الاول كان قد انتهى بتقدم المقاولون العرب على طنطة بهدف مقابل للشيء كل الشكر للزميل عزيز محمد الغياتي المقاولون العرب بيعلن ويؤكد تمسكه بالمركز التاني بعد وصوله الى نقطة رقم 32 وبعد فوزه النهاردة على طنطة بهدفين مقابل لشيء الاهداف جاءت بواقع هدف في كل شوط الهدف الاول جاء في الديئة 29 عن طريق المدافع محمد سامير وكان معتاد من ركلة مباشرة بيوسكنها في شباك علي فرج حارس مرمى فريق طنطة البديل لويس ادوارد في الديئة 75 ومن تصويبة في منتهى الجمال بيوسكنها برضو على يمين علي فرج حارس مرمى فريق طنطة بيسجل هدف التعزيز وهدف تعزيز التقدم وهدف تأكيد الوصول الى النقطة رقم 32 والتمسك بالمركز التاني فوز مهم جدا للمقاولون العرب بيستمر فيه مسلسل انتصاراته وعروضه الجادة في الدوري الممتاز هذا الموسم مزيد من التفاصيل الفنية مع ديوفنا ومحللين الكبار ولكن بعد الفاصل خليكم معنا قولون العرب بيصل للفوز رقم 10 في 15 اللقاء خدهم حتى الان في بطولة الدوري المصري الممتاز ويصل الى النقطة رقم 32 ويأكد تمسكه وقدرته الحقيقة بالمركز التاني فيه جدول الترتيب تقيمك للشروط التاني واللقاء في المجمل وفوز المقاولين النهاردة بصور رقم جيد طبعا يمكن السيناريو المطش اللي خلى المبارد تسهل بالنسبة للمقاولين هدف الشروط الاول خلى العصاب تهده بشكل كبير جدا خلى عناده ان حاس يمكن يقسم المبارد بشكل جيد عمل سيناريو جيد جدا تغيراته كانت كويسة جدا انا عاجبني اداء معروف يصف جدا انا ابراهيم فارق في نص ملعب نادي المقاولين اعمل ثقل بشكل كبير جدا ما خلي اللعيبة اللي بتلعب قدام مرتاحة اللعيب بيطلع كورة من رجلي كويس بشكل او باخر بيعرف في يمنا نص الملعب بيدافع شكل جاي مكسب كبير المقاولين انا عايز اقولك ان هو فارق في اداء نص الملعب بشكل كبير ما خليهم عندهم ربط افضل من الفات كان عندهم ساعة كتر جدا بيراجعين في مناطات الدفاعية وبيشتغلوا على كنتر اتاك لأ دلوقتي بيعملوا استحواز جيد في نص الملعب الى حد كبير وكمان معروف بيكمل ورا الهجمة وساعات بيغطي نحن الباكليفت وبيدافع كمان مع السرد باكات يعني دايما تلاقي رجلي معروف من اللعيبة اللي بيدوس في كل حتة في الملعب عجبني كمان الشرط تاني ان انت لما نزلت ايمن حفني اخترت تنزله في توقيت كويس يعني ايمن حفني بقاله حوالي ست سبع تامن شهور برا الحسابات تماما ونبيلعبش فانك مهم انك تديره في مباراة ونتت 2-0 بتديره ثقة بتدخله في الجيم لان ايمن حفني هيبليه دور نظر ان ايمن حفني النادي المولين ما عندهش الايبل اللي هو يشتغل فكرة الانتر الايبل الخفيف الرشيق اللي ممكن يعمل ربط ياخد نصف ساعة اعتقد ان نحاس عرف هلعبه امتى فهو بيشتغل على ده كمان خد من طهر محمد طهر لو عايزه لعبه سبعين ديه من اصابة طويلة جدا وكان قريب طهر انه يسجل وكان قريب طهر انه يسجل ما حسيتش حتى ان هو بقله فترة غاية فده ده حاجات كلها تحسب لعكابت عمادة النحاس استراره على وجوده في المركز التاني وانه في المنطقة دي الروح اللي ما اديها لفرقته والثقة اللي بيخد بالك لما بيجيب جون ومكساب بيجيب مكساب فكرة ان انت اللي هي بتبقى اهدى شوية ثقة ترفوز موجودة كمان السنرات والبداية اللي انت عاملها كتير انت بتستغل الكرات السابتة انما نزلت رويس ادوارد نزلت رويس ادوارد اعمل طفرة مكان طوار محمد طوار اشتغل لعيب رجليه في الملعب عطول جاب جون بتطور الاداء طنطة خد بالك لما دخل فيها هدف مفيش افضل من السنرات وده اللي عمدنا نحاس ان هو يتخلى عن مركز وطنطة ويبدأ يفتح خطوط وشكده بعدما طنطة دخل فيها هدف ابتده ان نشوف طنطة بيتتحرر من المواقع وبتده ما بقى اشي تقوقع جدا وكلهم تحت الكورة فابتده يباين بقى الخطورة في ظهر فريق طنطة لقينا ان سيفج جزيلي وصل اكتر من الكورة بقى ابتده فيه شكل انفرضات طوار محمد طوار بقى فيه مساحات يجري فيها لويس ادواردو لما نزل في مساحات مفتوحة اعمل حفن لعب اشتغل لعب كورة ابتدت المساحات تباين فالسيناريو مشي في صالح فريق المقولين بشكل مميز جدا واداره عمدنا نحاس بشكل جيد جدا جدا طنطة ستيل لسه بيعاني من نفس المشاكل في الثلث الهجومي بيبني هاجمة كويس بيحضر بشكل جيد اوقات كتير جدا في المباراة لكن فكتش عجون حتى لما جالوا فرصة من انش واكتر من فرصتين تلاتة كممكن يتصنعون بشكل افضل من كده لكن بشكل عارف انا فوت الى حد الكبير فهدين ما تنفعش لكن لما التعامل في الثلث الهجومي من فريق طنطة انا شاف ان هو محتاجين شغل اكتر من كده شوية محتاجين في فعالية لما رغم التدعمات الموجودة عبد الرحمن الداح حتى لما نزل ما نقلش الفرقة بشكل كبير هي بس دي ملخص الامور لكن بشكل عام مباراة جيدة الفريق تيكال عندهم الدافع بيحاولوا لعب كرة هجومية كل واحد بيحاول يكسب بطريقته المولين طبعا فريق ذاكية منظم كمان التوفيق مع السنة بشكل كبير جدا في اكتر المباراة وتلك في ما تشك تلك جدا جدا المولين بيق فيها مش كويس واداء مش كويس لكن بيع في يكسب انك توصل الفرقة نفسيا ومعنويا وعلى عقلية بتاعت اللعيبة انها تعف تكسب تحت اي ظرف ده شي جيد جدا جدا ونسحقه في مكان لما فيها وحاجة تحسب بشكل كبير جدا لمدير الفني الفريق الكابتن عماد النحاس واللي هو دلوقت يضيف زميلي محمود بدروي من استاد المقولين العرب تفضل محمود تحيتي مشاهدي اون سبورت في كل مكان وانا مستاد المقالون العرب الجدب الأخضر وعقب انتهى مباراة نادي المقالون العرب ونادي طنطة فوز غالي جدا نادي المقالون العرب بهدفين مقابل لا شيء وسأل ان يكون معنا الان الكابتن عماد النحاس المدير الفني نادي المقالون كابتن عماد الف مبروك نهاردة على الفوز ثلاث مباراة غالية جدا نادي المقالون بعد الهزيم الآلي قدرت تعود بالثلاث نقاط وتحافظ على مركز تاني انا بقول طه الحمد لله الحمد لله رب العالمين على المكسب مباراة صعبة مباراة الفيرة الصعدة للدور الممتاز عشان تقعد فريط انت فريط محترم وكابتن ايميل مزاين عاملين فريط محترم جاي من مكسب مباراة الجونة واحنا جايين من خسارة مباراة الاهلي ولكن احنا برضو تموحنا زي ما عنده تموح البقاء في الدوري واحنا عندنا تموح ان احنا نكمل في المربع ان شاء الله بنحافظ النهاردة على وجودنا في المركز التاني كل المباراة مباراة صعبة خاصاتها الفيرة اللي هي لسه صعدة للدوري البنت بالنسبة لهم حياة امود زي ما بقوله لكن احنا النهاردة الحمد لله يعني درنا نحنا نستحوص على الكورة بشكل كويس تويت الاهداف او اللجوان بتاعتنا برضو كان تويت كويس في الدية 29 الشوط الاول والدية 29 الشوط التاني درنا النهاردة ان احنا نستفيد بوجود ايمان حفن نيل حيخش مع المجموعة بسرعة وينساجم مع المجموعة الراجل اللي لسه جاي يوم الجومعة النهاردة بيتساجل الصبح عشان يبين موجود معانا في المباراة ساعة خمسة ودي بيتخلين برضو اشكر المجموعة الاداريين الموجودين الكابتن حسين وكابتن ماجدي وكابتن مغربي الناس اللي تعبوا على ان الوردة يخلص بسرعة وان ايمان يكون موجود اللعيب تتعاقل معا في يومين اجازة يوم جومعة وسبت يبقى موجود معاك الحد فاكيد بازلوا مجهود كبير بشكرهم وبشكر اللعيب على الاداء واكيد عندنا بعض الحاجات السلبية كانت بينا في الشوط الاول هنقدر ان احنا نشتغل عليها ان شاء الله كل المباريات صعبة بشكر اللعيب على رد الفعل احنا قدينا مباراة كبيرة ده من نادي الاهل وللأسف خسرنا النهاردة هنقول الحمد لله ان احنا نرجع نكسب ويا رب ان شاء الله نكمل على المكسب كل شكرا لك محمود بعد الفاصل هنعرف رأي كابتن علي مهر في فوز المقاولين النهاردة واداء المقاولين مع كابتن عبادة النحاس بنرحب بحضركم مرة تانية كابتن علي رأيك ايه في اللقاء النهاردة يعني في حاجتين في ظاهراتين موجودين بينين قوي يعني الظاهرة الاولى الاحساس بالخطر ان دايما كل فرقة عموما ان دايما كل فرقة بتحس بالخطر ان انا متعادل فرقتين متعادلين وفيه فرقة فيهم عايز تكسب تجي اخر تلت ساعة واخره تبدأ تقرص عشان تكسب او فرقة خسرانة تبدأ بعد ما يجي فيها جون ايه ده طب ما بتقرص كده من الاول ليه اللي هو عارف انا داخل الامتحان لا مش زاكر ياريت بيعدي نص الوقت وبعد نص الوقت ايه ده انا خلاص هيلمه الورق فابدأ اجاوب دي الزاهرة اللي باينا اول من بس حتى في دي كان رد فعلي طنطة مكانش برضو مفيش الارصة الجندة ان انا عارف اجيب جون او ان انا اتعادل بينا جدا الزاهرة التانية بينا اول ابراهيم اني قصة اللاعبة الاجانب مهم جدا ان انا بينين جدا الواحدين اللي مستفيدين باللعبة الاجانب هو الاهلي او الزمالك صحيح يعني فرجاني ساسي هتلاقي في الزمالك بنشارقي ونجمة ونجمة بلعبش كمان على طول الاهلي علي معلول اه اجايه بفاهم اه جاردو برضو مبينزلش كتير مبينلعبش برضو كتير اظهره لما كان موجود الو ديانج ابتدى الفترة فاتي بقى واحدة من عناصر رئيسي انا اصد يا ابو العيدة اللاعبة الاجانب لازم هنا يبقى في فرقة انه لما اجيب لعب اجنبي يفرق مع الفرقة مش كده ولازم يشل ينقل الفرقة لكن انت هتجيبه تعال باكلمك على فرقتين الكبار انت بقى من الاسماعيلي الواحد يمكن اللي مؤثر شوية هو سيسي في الاتحاب بعيدة عن الاهلي والزمالك برافو عليك طبعا طبعا سيلاعيب كبير لكن تعال بقى بتكلم على كل الفرقة بقى مش هتفتكر حد فدي ظاهرة باينة جدا للفرقة كلها المفروض اللاعب الاجنبي اللي اجيبه لازم يفرق مع الفرقة لان انا مش جايب الا انت جايبه جدا لان انت جايبه انا جايبه برقم فانت الرقم ده ضعف بقى انت بتلعبه بقى احتياطي خلاص لعب لعب مصري او اطلع لعب صغير هستفيد بيه هتدي له فرصة على الالها بقى هدين ايه برافو عليك عندي ان انا قدر ان انا بقول لعب صغير وكده فده دي نقطة بينين او سواء ادوارد جايبه بقول حلو النهار بقى بس ماينفعش ان انا جيب لعب عضو احتياطي يعني ماينفعش ان انا كنا نادي بقاولين او اي فرق او اي نادي طبعا ان اي فرق او طنطة فين الاجانب بتاع طنطة او كل بقى الناس كده مهم اول لعب الاجنبي اللي يجي يا ابراهيم يفرق مع فرقته وميعودش احتياطي الا لو هيقض احتياطي لعب مصري ووفر الفلوس دي صحيح هنطلع لفاصل ومن الفاصل هنروح نسمع الكابتن ايمن المزاين المدير الفني لفريق طنطة ونشوف قال ايه على خسارته النهاردة بهدفين مقابل لاشيء امام فريق المقالون العرب مراحش بولا كوراب للجون استحوازه فيه سيطاره في نص الملعب لكن مفيش خطور علينا بعد الجون روحنا بثلاث كورتين انفراض كنا ممكن نرجع للنتيجة تاني وكنا ممكن نتقدم في شوط الاول دخلنا قط اللبس اه اتكلمنا مع اللعيبة دخلنا شوط التاني بشكل مختلف كنا الاقرب والاكتر استحوازن وصلنا ورحنا وضيعنا في وسط سيطرتك فوسط انت الخلاص يعني بتقرب انك تحرز الهدف وعملنا تغييرات اللجومية اللي موجودة عندنا اللي محدودة جدا اللي موجودة عندنا فوجئنا بالهدف التاني ممكن لو كنت كورة طاهر اللي كانت قابليها لو دخلت اما كنتش هزعل كانت اخطر وكانت اقرب لكن الكورة دي يعني سهلة جدا 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 وخاصة اللعيبة بنشتغل على الحاجات دي كتير قوي ازاي نقفل الثامن 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 وازاي ان احنا نغطي بعض في الثامن 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 فتحت رغم ان الكورة برضو كانت سهلة وكانت ضعيفة ما كانتش قوية لكن هقولي في الاول التوفيق واحدة من التوفيق فبقولي الحمد لله قد الله مش هفعل ربنا يصن ان شاء الله نزل نقفل اللي في الصفحة ونبدأ نستعد من مصر ان شاء الله تعليق الكابتن محمد ابو العلع على تصرحات الكابتن اي من المزاين ولكن بعد الفاصل خليكم عام هنعود مرة اخرى مع حضركك والاستاذ المقاولون العرب ولقاء اجراز منا محمود بدراوي مع صاحب واحد من هدفي اليوم نجم فريق المقاولون العرب محمد سمير عادي مشاري اونسبورت في كل مكان يسألن ان كنا مع الان واحد من هارسان اللقاء طبعا محمد سمير حمد براحب بك الاول عشارة اونسبورت الف مبروك نهاردة على الفوز يعني ثلاث نقاط مهمة جدا قدرت طبعا تتوا صفحة مباراة الالي ورجعتوا بتلاث نقاط وحفزتوا عن مركز تاني شفت نهاردة المباراة زي الحمد لله يا رب العالمين طبعا بشكر ربنا وبشكر زماني النهاردة والعيبة كلها كانت رجالة والحمد لله مهمة جدا زي ما انت بتقول الحمد لله قدرنا نتقتل هزيمة اللي احنا تعرضنا لها الاسبوع اللي فات قدام ناد الاهلي الى حد ما الحمد لله عملنا مطش كبير برضو الى حد ما قدام ناد الاهلي كان نفسنا نعم نتيجة ايجابية تقدر لو ما شاء فعالي النهاردة كان مطش طبعا صعب جدا اكيد فر الطنطة فرقة فرقة مميزة وبيعملوا النتاج ومرشات كويسة الفترة الاخيرة فاكيد كنو عملي حسامهم طبعا مرش صعب زي ما بقول لك المرشات كلها صعبة احنا بنسعى الهدف وعند در اطموح السنادي اللي احنا ان شاء الله نقدم نادي المولين ان شاء الله يعمل موسم كويس وننفنش ان شاء الله في المربع بإذن الله يا رب مركة مسجلة في معظم مرشات نادي المولين العرب منذ اندموك طبعا اكتر من سنة شايفين محمد سمير فعلا بحرز من دروات السابتة سر التقلوغ وهل كتاص النهاردة نهاية تتلاعب في الجول ولا كنتم ترفعها؟ والله طبعا الحمدلله كله ده بيبقى توفيه من ربنا يمكن الحمدلله من السنة اللي فات الامور ماشي معي بشكل كويس واكيد بشتغل عليه في التمرين كتير والجول النهاردة انا بحاول عملها في تجاه الجول لو حد لمس لمس ما لمس تبقى صعبة بالنسبة للجول الحمدلله عملتها السنة اللي مورتين النهاردة قدام النادي الإسماعيلي بقدر الى حد ما استغل المهارة دي وقدر ساعة ساعة سماعيلي ان احنا نحاعة ترات نوات مهمين زي ما انت قلت مهمين جدا في مشوارنا ان شاء الله كابتن ابو العلا تعليقك على تصريحات كابتن ايمان المزاين وبعاكاة تصريحات كابتن محمد سمير نقول محمد سمير يمكن بيتكلم فريق مركز فريق عند ضوافع واضح ان كابتن محمد نحاس عملهم طموح مختلف تماما هما نزدين واخدين المباراة بشكل مختلف هما فريق ذاكي وموفق كمان فكرة ان انت بتستخدم كل تفصيلة صغيرة تخليك تفرق معاك تجيب تلت نقاط النهارة دي تفصيلة صغيرة بهدف فتح الجيم ورغم ان هو يقول هدف مش بالعقوب معرفش يوصل مثلا باهداف من فرصة حقيقية حتى اللي وصل بها معرفش حقه لكن من الحاجات الصغيرة تفاصيل الصغيرة ابراهيم سعاب بتفرق بشكل كبير فهدف حل اللقاء فدح السيناريو بشكل مختلف خليك تعمل تغييرات خليك تلعب على الجون خلي فريق اللي قدامك يفتح خطوطه سامير بيشتغالها كويس جدا فكرة كرة دي دمات قيلة على حرص المرمى حتى في أوروبا بنشوفها المرعب أوروبية اللي واحد بيلعبها تكون داخل جوة جون بتلاقيها في اتجاه المرمى بتلغبط المدافعين وتلغبط المهاجمين وتلغبط حرص المرمى كمان ودي تفصيل الصغيرة بشتغالها ومميزين فيها بصراحة مقالين في ضربات سابتة ويعرفوا يحسموا بيها لقاءات كتير جدا بدلين سامير جاب أكثر من هدف فأنا عجبني تصريحات سامير فاكرة ان هم مركزين ومحتمين فريق طنطا نلقل على فريق طنطا فريق طنطا فريق طنطا فريق طنطا فريق طنطا فريق منظم لكن نادي طنطا عنده مشاكل في استقبال الأهداف يعني لو قلنا رقمين سريعا كده يا إبراهيم عندك نادي طنطا جايب 12 جون وداخل فيه 21 جون فيه فرق جايب أقل من طنطا وفي مركز مختلف يعني مثلا حرص حدود جايب 11 جون أقل من طنطا بهدف لكن جايب من 11 جون 18 نقطة طنطا جايب 13 نقطة فيه فرقة تانية زي الإسماعيلي جايب 10 أهداف بس لكن جايب بيهم 18 نقطة لان هنا طبعا معدل الهداف اللي بيدخل فيك مختلف يعني جايب أهداف أقل لكن نقاط أكتر الانتاج الحربي هتلاقي برضو انتاج الحربي عامل أرقام مختلفة جدا الانتاج الحربي جايب 12 هدف زي طنطا لكن الانتاج الحربي جايب بيهم 21 نقطة فهينا معنى كلامنا إيه إن استقبال الهداف فيه مشكلة في التمرجزات الدفعية فيه مشكلة في الأخطاء السازجة اللي ممكن تكلفك كتير ده بالنسبة لكابتن آيمن مزين فيه مشكلة بقى أكبر في إضاعة الفرص انت بتوصل كتير ساعات للمرمى يعنيها بيعجبني بناءه للهجمة بيعجبني التحضير وأنه بيطلع من الكرة من تحت من الخلف الأمام بشكل جيد وساعات بيعملها بيوصل بالتحضير وساعات بيينتشر بشكل جيد يعني كرة زي دي مثلا بوصل للإستلام هنا انا ممكن قولنش جابه مرات فتت لكن النهاردة للإستلام مش حلو هنقول قولنش ممكن على منسك ديق على نفسه الزوية للمرمى وساعات بتعرف تعمل اختراق لكن التلت الأخير في فريق طنطة فيه مشكلة حقيقية كبيرة فأنا أدعو كابتن آيمن وأدعو فريق طنطة ان هو يحاول يدعم حتة دي أو يتوارها بشكل أكبر من كده أو يشتغل عليها بشكل فردي كتير جدا إسلام فؤاد ساعات بيشتغل عبد الرحمن الدح زي ما كنت تعالي يتكلم انه هو ورقة مهمة لازم يباليه وقت أكبر لازم يشتغل بشكل فردي أكبر بص حتى كسافة العدية زادت عن طنطة لكن الفينيش فيه مشكلة كبيرة بيتوصل تحس انها بتروح كرة مقتولة ما بتروحش فيها خطورة حقيقية بتموت فده من أكبر المشاكل اللي موجودة في فرقة طنطة وأنا عجبني بقى حاجة إيجابية كابتن آيمن اتكلم فيها بص مثلا كرة دي ما تلمل جوه يعني اعمل حاجة مختلفة يعني اعمل حل اللي لازم تشتغل عليها بشكل كبير عجبني النقطة الإيجابية اللي كلم فيها كمان كبتن آيمن عجبتني ان هو فكرة ان هو قال هنقفل الصفحة دي ونشغل على المباراة اللي بعدية وده عمله ماتش الأهل إبراهيم خلص اتغلب خمسة الماتش اللي بعدية بخمس ست ايام جاء باتغلب كسب الجونة النهاردة بيخسر من فريق من المنافسين اللي هم في المراكز المتقدمة المقاولية نصف العدوة مباراة مهمة جدا الماتش الجاي وده من مصري فدي نقطة مهمة بيعرف طلع لعبته ده شيء إيجابي لك أنا أدعوهم للشغل على حتة التلت الهجوم والشق الهجوم صحيح أبرز المواقف والحالات التحكمية التي تخص اللقاء اليوم لقاء المقاولون العرب وطنطة مع خبرنا التحكمية الكبيرة كابتن أحمد الشناو لكن بعد الفاصل خليكم معنا أبرز وأهم المواقف والحالات التحكمية التي تخص اللقاء المقاولون العرب وطنطة مع خبرنا التحكمية الكبيرة كابتن أحمد الشناو كابتن رحم سالف الله على حضرتك اهلا بيك يا كابتن ابراهيم اهلا بالكباتن نهاردة مباراة المقولين العرب وطنطا تعتبر يعني مباراة هادئة تحكميا مفيش الاختبارات للحاكم داخل منطقة الجزاء الهي اللي بقى فيهش لكن للأدار المباراة كان محمد ابو خاطر مع رجب محمد مساعد اول وكريم يونس مساعد تاني ومصطفى متحت حاكم رابع اول حالة حالة التسلل يعني كان فيه ناس يعني بتقول ان فيش تسلل في لعبة للمقولين العرب نشوف الحالة طبعا لحظة لعبة الكرة هي الفاصل دائما فيه التسلل من عدم نشوف الحالة اه دي الخطة هيطلعت البيرو اه خلاص كده اه متقدم اهو واضح جدا بجزء يمكن بنص جسمه فخلاص التسلل موجود والقرار المساعد قرار صحيح اللعبة اللي جاية دي احنا عاملين بوز هنا عشان الناس اعتبرتها تسلل لا هي لمسة يد كرة حتى تعادت عدوها في الاخراج على انها اللي هنا المساعد بيرفع على لمسة اليد لانه تسلل مفيش تسلل خاصة كرة بعيد جدا حتى الاعادة افتكر حتى يعني كله كانت فاكر ان هي لا تسل لا هي لمسة يد ومساعد رفع على لمسة اليد اخر حالة اللي هي الاهم حالة وهي حالة إلغاء الهدف اللي لم يحتسب اللي اقول ليه لم يحتسب لان هو الحكم صفر من اول ما شاف الشد هو شوف بيصفر مش صفر جوله بعين رجع لا لان فيه طبعا شد ومسك من لاعب المقاولين اللي هو سيف الدين فطبعا سيف الدين الجزيري فانت شوفين اللعبة طبعا واضحة جدا المسك واضح والشد واضح عايز اقول ان فيه ناس يقول لك ده هدف ما يلغي لا اصلا الكرة الحكم يعني لم يحتسب الهدف الحكم صفر على الخطأ كون الكرة راحت هدف بالضبط اكنها خرجت خارج المرمى يعني برا المرمى هل على حساب بركة مرمى ولا حساب الفاول هيحسب الفاول فطبعا انها القرار الحكم باحتساب الخطأ وليس راكلة وليس هدف وده القرار الصحيح لان الخطأ موجود عايز اقول حاجة بس مهمة جدا ان الفترة اللي جاية في المسابقة المساعدين المساعدين اللعبوا دور كبير في احتساب الهداف من عدمه انا شايف ان فيه تقدم يعني المساعدين افضل من بداية الموسم بكتير في حالات كتير وانا شايف ده شيء كويس ربنا بس يوافع التحكيم وان شاء الله من لاحظ دايما كابتن احمد ان اغلب الاخطاء من المساعدين مطلعا اش اه افضل يعني يعني دوست لها كرة هدف وبيرفع تسلل وهي هدف صحيح او هدف تسلل طب ليه كابتن احمد احنا عندنا دايما المشكلة دي يعني دايما الاخطاء من عند بالحكام المساعدين اكتر من حكم السياحة انا بعتقد يمكن اللاجنة التنبات الامر ده لان المساعدة كابتن هو تدريب هي مش مساعدة المساعدة لازم يتدرب انه ازاي هو بيتحرك بالجانب ده ويربط لحظة لعب الكرة ده تدريب لكن ما ينفعش يروح يتمرن تمرين عادي ويرجع يمسك الراية بس يدوبك اليوم المباراة لا ده تدريب لازم يشوف حالات ويبدأ يتمرن عليها وبقيده دايما الراية فيها ويشوف حالة ويرفع وما يرفعش والحاجات دي كلها عشان يبقى في الماتش الرياكشن بتاعه سريع زي بالضبط اللعيب لما يلعب مش ممكن تديره تقن بقى اصبوع الماتش ما تدريش يلعب بقرة صحيح لا فده مهم جدا بالنسبة لل شكرا جزيلا لحاجات كابتن احمد شكرا جزيلا لحضرك بنهاية فقرتنا التحكمية مع خبرنا التحكمية الكبير الكابتن احمد الشناوي وصرنا مع حضراتكم نهاية لقاءنا النهاردة وفوز المقاولون العرب على طنطب هدفين مقابل لشيء في افتتحية الجولة رقم 15 من بطولة الدوري المصري الممتاز بنهاية لقاءنا كل الشكر لنجومنا الكبار ومحليننا الكبار كابتن عامان شرفتين نورتين شكرا جزيلا لي كابتن محمد ابو العلم شرفتين نورتين كل الشكر لي شكر موصول لحضراتكم على المتابعة ونشوفكم على الألف خير بإذن الله